من جديد نواكشوط بمختلف ولاياته ومقاطعاته في ظلام دامس لا تستثنى منطقة من منطقة فتوزيع الظلام يجري هنا بعدالة كبيرة أصحاب المحلات التجارية والأسواق أكبر المتضررين من الانقطاعات المتكررة ويتحدثون عن أضرار كبيرة خلفتها هذه التوقفات غير المبرمجة والتي تأتي على غير ميعات كرانا خاصة كل يال ينقطع عنا وبار نخسر وجوك نخسر وفي الجدارات نخسر مهربة على خمسة وكريميقلاس خسرت قاعب قاتل مياه وتوفى وله يقولكم عن كرانا يعدوا حد يتبارك معا بعدين الصيفة نتبارك معها حاولوا الصيفة يصلحوا شغلتنا بها شغلتنا خاسرة وعمنا كاملين خاسرين ما نقدم نشتغل يتقول قضية انقطاع تيار الكهربائي هنا بالنسبة لين قالوا قطاع التشارة ضار بها خاصة ذا اللي منه مثلا الناولو احنا هنا ناهيكا قاعنا السقاطم سيكيني اللي كلهم يعود عنده المواد اللي لا بدالها من التم دائما باردة منين تفوت تبرد منين يقطع عنها الله لا هي تخسر كلها مشكل انقطاع الكهرباء لا تتضرر منه المواد الغذائية ولا المتاجر فحسب بل يجر ذيله على الامن حيث ينتشر اللصوص ويتسللون تحت جنح الظلام لاقتناص الفرص قبل عودة الكهرباء وقد لا يرجع إلا بعد تمس معالم الجريمة كتلونا اللصوص وقطعنا كراه مع اهلة اليالي احنا اللصوص طاحوا لينا طاحوا لمولة البوتيك كتلوه وقتلوهم مولة القردة واليوم الله الله الي عاد الرئيس يجينا الها الرئيس ويعدل فينا ذاك اليبقي كراه ما نشوفه ولا نشوفه قردية ولا نشوفه صنادرة ولا نشوفه حد ولا عندنا ما هو اللصوص ما أبق Luther ولا أبقى النقنم ولا أبقى أولادنا نكتل وأعدلهم آنحال لا يعرف المواطن العادي سببا لهذه الانقطاعات المتكررة للكهرباء رغم الحديث عن فائض تعتزم الدولة تصديره إلى دول الجوار مع أن الأقربين أولى بالمعروف لكن جاور الماء تعطش وكن على بعد أمتار من خزانات الكهرباء لتعيش في ظلام حالك ويبقى المواطن المتضرر الأول من هذه الانقطاعات يفسد ماله الذي تعب في جمعه طيلة السالف عمره ويهدد أمنه ويفسد مستقبل أبنائه الذين لا يجدون نورا يراجعون عليه دروسهم بسنة أريد لها أن تكون سنة التعذين